انطلقت فعاليات المؤتمر دولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعقد تحت شعار المرأة وبناء الوعي يستمر على مدار يومين يتناول المؤتمر عدة محاور أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي ودور المرأة في خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفلة والتجربة المصرية في تنكين المرأة وتعزيز قيمة سامح والتعايش وصنع وبناء السلام مرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبرا وتحملا وصمودا وقد حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة مع نسم فلسطين وأن هذا الاسم لن يمحوه عدوان صارخ ولا قتل ولا حصار ولا تجويع ولا إبادة ولا تنكيل وقد تحملت المرأة الفلسطينية مرارة فقد الزوج والأب والأخي ومرارة ثكل الولد وقامت وما زالت تقوم ببناء وعي الأجيال على الثبات على الأرض وعدم قبول التهجير والنزوح وتقديم لابن تلو الآخر شهيدا فداءا للأرض والوطن فتحية احترام وإجلال لهذه المرأة العظيمة فقى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اختيار موضوع المؤتمر الذي يهدف إلى الكشف عن أدوار المرأة المتعددة في بناء الوعي الديني والثقافي وخدمة المجتمع وتنشئة الطفل وبناء الأسرة وإنا لننتظر أن تأتي نتائج هذا المؤتمر مسفرة كالصبح إذا أشرق فتبدد ظلمات الفكر حول المرأة وقضاياها حرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الدينية والمجتمعية على تمكين المرأة المصرية وتفعيل دورها الحقيقي في البناء الحضاري والعمراني الذي تسعى إليه في الواقع وتستشرفه في المستقبل لقد عني الإسلام بالمرأة عناية فائقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا فقد بيّن الله جل شأنف في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته حقوقها وواجباتها وحفظ الإسلام كرامتها وأمر ببرها أماً وصيانتها أختاً وبنتاً والقيام بحقوقها كزوجة وشريكة في بناء الأسرة التي يقوم عليها بناء المجتمع على مدار عقد كامل شهدنا إرادة سياسية أرصت أصص قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة ودعم بناء واعي حقيقي بالدورة التي يجب أن تلعبه النساء في تشكيل الوعي الوطني اشتركوا في القناة